بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي والسلاثون الكرة خرج التلامزة ذات يوم إلى ساحة المدرسة خرج فعل ماضي مبني على الفتح التلامزة فاعل ذات زرف زمان مضعف يوم مضعف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل خرج إلى ساحة متعلق بالفعل خرج وساحة مضعف المدرسة مضعف إليه ثم خرج المعلم بعدهم لكي يلعب معهم ثم حرف عدف خرج فعل المعلم فاعل بعد زرف زمان مضعف هم مضعف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل خرج لحرف الجر للتعليل كي ناصبة يلعب فعل مضعف منصوب بكي وفاعل الضامر المستطير تقديره هو والمصر المؤول من كي وما بعدها مجرور باللام ومتعلقان بالفعل قبلهما مع زرف مكان مضعف هم مضعف إليه وسألهم قائلا بأي لعبة تريدون أن تلعبوا الواو حرف عدف سأل فعل وفعل هم مفعول به قائلا حال من الضمير المستطير في سأله بأي متعلقان بتلعبوا وأي مضعف لعبة مضعف إليه تريدون فعل مضارع والواو فاعل أن حرف النصب تلعبوا فعل مضارع منصوب بأن وعلمات نصبه حصف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والمصر المؤول من أن والفعل في محل النصب مفعول به فأجابه بعضهم نلعب بلعبة التفاحة ألفه حرف عدف أجاب فعل ماضي بمعنى رد له الجواب والهو الضمير المتسر مفعول به أول بعض فاعل مضاف هم مضاف إليه وجملة نلعب بلعبة التفاحة في محل النصب مفعول به ثانين نلعب فعل وفاعل بلعبة متعلقا بنلعب ولعبة مضاف التفاحة مضاف إليه وقال آخرون لا بل نلعب بالكرة ونحن أكثر عددا من الذين يحبون لعبة التفاحة ألفه حرف عدف قال فعل آخرون فاعل لا التخدير لا نلعب بلعبة التفاحة بل نلعب بالكرة بل حرف عدف نلعب فعل وفاعل بالكرة متعلقا بنلعب الواو حرف عدف نحن مبتداء أكثر خبر عددا تمييز من حرف الجر الذين اسم مفصول مجرور والجر والمجر متعلق بأكثر يحبون فعل والواو فاعل والجملة سلة المفصول لعبة مفعول به مضاف التفاحة مضاف إليه فقال المعلم إذن نتبع الجانب الأكبر ونلعب بالكرة ألفه حرف عدف قال فعل المعلم فاعل إذن حرف جواب نتبع فعل وفاعل الجانب مفعول به الأكبر نعة وحرف عدف نلعب فعل وفاعل بالكرة متعلقا بنلعب ثم وقف على محل عال في طرف الساحة وأخذ يرمي الكرة إلى الأولاد ثم حرف عدف وقف فعل وفاعل على محل متعلقا بوقف عال نعة في طرف متعلقا بوقف وطرف مضاف الساحة مضاف إليه الوحرف عدف أخذ فعل ماضي من أفعال الشروع يعمل عملكان واسمه ضامير مستدر تقديره هو في محل رفع يرمي فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر أخذه الكرة مفعول به إلى الأولاد متعلقا بيرمي فمن تلقاها بيده منهم كان يرميها إليه أيضا إلى أن يأخذها آخر منه ألف حرف عدف من اسم مفصول في محل رفع مبتدأ تلقا فعل وفاعل والجملة سلة المفصول لا محل لها من الإعراب ها مفعول به بيد متعلقا بتلقا ويد مضاف هي مضاف إليه منهم متعلقا بتلقا كان فعل ماضي ناقص خبر مبتدأ واسمها ضامير مستطير تقديره هو في محل رفع يرمي فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر كان ها مفعول به إليه متعلقا بيرمي أيضا مفعول مطلق لفعل محزوف تقديره هذا أيضا إلى حرف جر أن حرف نصب يأخذ فعل مدار منصوب بأن ها مفعول به آخر فعل منه متعلقا بيأخذ والمسطر المؤول من أن والفعل في محل الجر بحرف الجر والجر والمجر المتعلق بيرمي وعند انقضاء وقت اللعب دق جرس المدرسة الو حرف عدف عند ظرف زمان مضاف انقضاء مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بدق وانقضاء مضاف وقت مضاف إليه ووقت مضاف اللعب مضاف إليه دق فعل جرس فاعل مضاف المدرسة مضاف إليه فدخل التلامزة كل واحد إلى مكانه الفو حرف عدف دخل فعل التلامزة فاعل كل توكيد معنوي للتلامزة مضاف واحد مضاف إليه إلى مكان متعلقا بدخل ومكان مضاف هي مضاف إليه ثم وقف المعلم وقال لهم اسمعوا يا أولادي أقص عليكم قصة عن كرة كبيرة عجيبة ثم حرف عدف وقف فعل المعلم فاعل الواو حرف عدف قال فعل وفاعل لهم متعلقا بي قال جملة اسمعوا يا أولادي أقص عليكم قصة عن كرة كبيرة عجيبة في محل نصب مقول القول اسمعوا فعل أمر والواو فاعل يا حرف نداء أولادي مضاف ويأ المتكلم مضاف إليه أقص فعل وفاعل وهو جواب الشرط والتقديرها اسمعوا يا أولادي إن تسمعوا أقص عليكم عليكم متعلقا بأقصة قصة مفعول به عن كرة متعلقا بأقصة كبيرة نعة أول عجيبة نعة سان فسكت التلامزة كلهم وجلسوا هادينا لا يتحركون الفو حرف عدف سكت فعل التلامزة فاعل كل توكيد معنبي مضاف هم مضاف إليه الواو حرف عدف جلسوا فعل والواو فاعل هادينا حال أول لا نافية يتحركون فعل والواو فاعل والجملة الفعلية حالية سانية من الضمير المتسل في جلسوا وعيونهم شاخصة إلى المعلم الواو وو الحال عيون مبتداء مضاف هم مضاف إليه شاخصة خبر المبتداء إلى المعلم متعلقا بشاخصة فقال توجد كرة كبيرة جدا معلقة في السماء مزينة بالأعشاب والأزهار ألف حرف عدف قال فعل وفعل توجد فعل مضارع مبني للمجهول كرة نائب فاعل كبيرة نعة أول جدا مفعول مطلق لفعل محزوف تقديره جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا معلقة نعة سان في السماء متعلقا بمعلقة مزينة نعة سالس بالأعشاب متعلقا بمزينة الواو حرف عدف الأزهار معتف على الأعشاب مجرور مثله وعليها جبال عالية وأودية عميقة تجري فيها الأنهار الواو حرف عدف عليها في محل رفع خبر مقدم جبال مبتدأ مؤخر عالية نعة الواو حرف عدف أودية معتف على جبال عميقة نعة أول تجري فعل مضارع في محل رفع نعة سال فيها متعلقا بتجري الأنهار فاعل ومن الغريب أنها لا تسكن دقيقة واحدة بل تتحرك على الدوام بما عليها من الأعشاب والأزهار والجبال والأودية والأنهار الواو حرف عدف من الغريب في محل رفع خبر مقدم أن حرف مشبه بالفعل ها اسم أن لا نافية تسكن فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر أن والمصر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ مؤخر دقيقة زرف زمان واحدة نعة بل حرف عدف تتحرك فعل وفاعل على الدوام متعلقا بتتحرك بحرف جر ما اسم مفصول في محل جر بحرف الجر والجر والمجر متعلق بتتحرك التقدير بما كانت عليها من الأعشاب كانت فعل ماضي ناقص واسمها ضامير مستتر تقديره هي في محل رفع عليها متعلقا بمعزوف خبر كانت من الأعشاب متعلقا بكانت وكانت عليها من الأعشاب سلة المفصول لا محل لها من الإعراب الواو حرف عدف الأزهار معتوف على الأعشاب الواو حرف عدف الجبال معتوف على الأزهار الواو حرف عدف الأودية معتوف على الجبال الواو حرف عدف الأنهار معتوف على الأودية وهذه الكرة هي الأرض التي نعيش فيها ونبني عليها البيوت والقرى والمدن الواو حرف عطف هذه في محل رفع مبتدأ الكرة نعة أو بدل هي ضمير فصل الأرض خبر المبتدأ التي اسم مصول مبنين على السكون في محل رفع نعة للأرض نعيش فعل وفعل والجملة سلة المفصول فيها متعلقا بنعيش الواو حرف عطف نبني فعل وفعل عليها متعلقا بنبني البيوت مفعل به الواو حرف عطف القرى معطف على البيوت الواو حرف عطف المدن معطف على القرى وفي غاباتها تسكن الوحوش والطيور الواو حرف عطف في غابات متعلقا بتسكن وغابات مضافها مضاف إليه تسكن فعل مضارعا الوحوش فاعل الواو حرف عطف الطيور معطف على الوحوش الله خلق هذه الأرض وجعلها مسكنا لنا وزينها بالمروج والأشجار وأجرى فيها الأنهار وجمع البحار الله لوز الجلال مبتدأ خلق فعله ماضي خبر وفعله ضامير مستدير تقديره هو هذه اسم إشارة مبنية على الكسر في محل النصب مفعل به الأرض نعت الو حرف عتف جعل فعل وفعل ها مفعل به أول مسكنا مفعل به ثان لنا متعلقا بجعله الو حرف عتف زين فعل وفعل ها مفعل به بالمروج متعلقا بزينة الو حرف عتف الأشجار معتوف على المروج الو حرف عتف أجرى فعل وفعل فيها متعلقا بأجرى الأنهار مفعل به الو حرف عتف جمع فعل وفعل البحار مفعل به ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ما نكرة تامة بمعنى شيء تفيد التعجب مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ أعظم فعل ماض جامد مبني على الفتح وفعله ضامر مستطير وجوبا على خلاف الأصل تقديره هو أعيد على ما أعمل مفعل به مضاف كمضاف إليه والجملة الفعلية أعظم أعمالك في محال رفع خبر المبتدأ يا حرف نداء رب منادى مبني على الضم في محل نصب كل ما فعل به لصنعت مضاف ها مضاف إليه بحكمة متعلقا بصنعت صنعت فعل وطأ فعل والله أعلم بالصواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر